العقل تسامى بالفكر والوعي شعارا للعمر بغد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري الرحب الفكر تسامينا وسمت في الوفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الأعزاء طلاب الصف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا منا لدروس المواطنة إن شاء الله اليوم هنكمل درس حقوق المرأة والطفل بدأنا في الأسبوع الماضي بحقوق الإنسان وتعرفنا مع بعض مفهوم حقوق الإنسان وما هي خصائص حقوق الإنسان وما هي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وما هي حقوق الإنسان في الإسلام استكمالا لدروس المواطنة اليوم بناخد درس حقوق المرأة والطفل ومن خلال درسنا اليوم نتعرف عندي على مجموعة من الأهداف أولها نتعرف فيها على مفهوم حقوق المرأة وما هي حقوق المرأة في الإسلام والدليل على ذلك ونستنتج حقوق المرأة في المواصيق الدولية لو بدأنا مع بعض المقصود بمفهوم حقوق المرأة أول شيء مفهوم حقوق المرأة يقصد بها تلك الحقوق التي تحفظ للمرأة إنسانيتها وقرمتها دون أدنى تمييز أو هي الحقوق التي تحفظ للمرأة إنسانيتها وقرمتها دون أدنى تمييز معروف أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتعد مشاركة المرأة في النشاط المدني والسياسي والاقتصاد والاجتماعي والثقافي سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي حقا لها ده بالنسبة لمفهوم حقوق المرأة لو جينا على حقوق المرأة في الإسلام معروف أن الإسلام كفر للمرأة عدة حقوق منها أول حق ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ومنح الإسلام المرأة حقوقها كاملة وغير منقوصة كما حث الإسلام على رفق بالمرأة وقال النبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا وهذه أدلة من السنة على أن الإسلام اهتم بالمرأة وسواها بالرجل في الحقوق والواجبات طيب بعد ذلك بننتقل طبعا على حقوق المرأة في المواصيق الدولية معروف أن الأعراف والمواصيق الدولية بدأت تهتم بالمرأة والسبب في ذلك لما تعرضت له المرأة من سوء معاملة في أعراف وقوانين بعض الدول طيب ما هي الحقوق المرأة في المواصيق الدولية حق المرأة في الحياة والأمن والسلام الجسدية حقها في التعلم يبقى الأعراف والمواصيق الدولية طبعا اهتمت بحقوق المرأة وعرفنا السبب نظرا لسوء المعاملة التي تعرضت لها المرأة من قبل بعض الأعراف والقوانين بعض الدول فبدأت المنظمات الدولية تهتم بهذه الحقوق للمرأة ومنها حق المرأة في الحياة والأمن والسلام الجسدية حق المرأة في التعلم والتعليم طيب هذه الحقوق أصبح معترف بها من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية وهذه الصور تعكس طبعا هذه الحقوق للمرأة طيب تقديرا لدول المرأة في المجتمع وجهودها وحقوقها أصبح هناك يوم عالمي للمرأة خحق من حقوق للمرأة وكان آخر يوم طبعا اللي هو بعروف بيأتي في شهر مارس كان شعرها صحتك محط اهتمامنا طيب واستكمالا لهذه الحقوق حق المرأة في الرعاية الصحية يبه هنا المواثق الدولية أقرت واعترفت بحقوق المرأة واحد في التعليم في الحياة في السلامة الجسدية وفي الرعاية الصحية كده انتهينا من حقوق المرأة نتكلم عن حقوق البرأة في الإسلام وحقوقها في المواثق الدولية طيب لو انتقلنا فيما بعد إلى حقوق الطفل الأول بنشوف هو مفهوم حقوق الطفل وما هي خصائص حقوق الطفل وما هي حقوق الطفل في الإسلام وما هي المنظمات أو المناصيق اللي بتعترف وتهتم بحقوق الطفل نبدأ بمفهوم حقوق الطفل معروف ان حقوق الطفل طبعا او يتمتع الطفل بنفس الحقوق التي يتمتع بها البلغين هو المرأة والإنسان يبقى انه تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية والأطفال حتى التمتع بنفس حقوق البلغين او ممكن نعمل موجز لهذا المفهوم ان حقوق الطفل طبعا له حق التمتع بنفس حقوق البلغين ده بالنسبة لحقوق الطفل طب ما هي خصائص حقوق الطفل اللي حقوق الطفل الخصية تتمثل فيه واحد حقوق لا يستطيع ان يطالب بها الطفل لا عيزه عن ذلك وصغر سنه حقوق لا يقابلها واجبات من قبل الطفل وخصوصا في سن طبعا الطفولة حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها فأنا هنا ممكن اعمل اقتصار بسيط وموجز بسيط عن خصائص حقوق الطفل واحد لا يستطيع ان يطالب بها لصغر سنه لا يقابلها واجبات من قبل الطفل وحقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها ولكن ما هي هذه الحقوق الأساسية للطفل بتنقسم حقوق الطفل الأساسية إلى ثلاث أقسام حقوق ما قبل الولادة حقوق ما بعد الولادة وحقوق في الحالات الخاصة هنبدأ أن نصنف هذه الحقوق مع بعض لو بدأنا بحقوق ما قبل الولادة من هو محل العاية والاهتمام الأم الأم قبل أن يورد الطفل تعتبر هي محل الاهتمام والرعاية فمن حقوق الطفل قبل الولادة الاهتمام بالأم الحامل ورعايتها صحيا ونفسيا أما حقوق الطفل بعد الولادة تتمثل في الحق في الحياة الحق في الرعاية الصحية الحق في التربية والتعليم الحق في الأمان الحق في التعبير والمشارقة والحق في الرضاعة والحضانة باختصار الحقوق الطفل بعض الولادة في الرضاعة والحضانة التعبير والمشارقة التربية والتعليم الأمان والحياة والرعاية الصحية وهلك نوع آخر من حقوق الطفل والحقوق الطفل في الحالات الخاصة فما هي هذه الحالات؟ حالات فقدان الأسرة أو المعيل أو المأوي أيضا حالات الحروب والنزاعات المسلحة حالات الأمراض القطيرة والإعقاد ذات الحالات الخاصة التي فيها حقوق الطفل طيب لو انتقلنا فيما بعد إلى حقوق الطفل في الإسلام نحن معروف أن الإسلام طبعا صور اهتمام الإسلام بحقوق الطفل المائل الاهتمام بالطفل هو جنين من حيث الرعاية وتحريم الإجهاض إيه هو الإجهاض؟ يعني تخلص الأم من الجنين لأسباب عديدة ولكن هذا التحريم طبعا لي بيكون للدرورة القصوى يبقى أول حق من حقوق الطفل في الإسلام الاهتمام به هو جنين من حيث الرعاية وتحريم على الأم الإجهاض أي التخلص من الطفل قبل الولادة أيضا الحق في الرضاعة ومعرفة على حياة الطفل الحق في التربية والاهتمام واختيار الإسم المناسب أوصل إسلام بالأطفال الأيتام يبقى حقوق الطفل في الإسلام الاهتمام به هو جنين حقه في الرضاعة المحافظة على حياته وحقه في التربية والاهتمام به واختيار الإسم المناسب وكما أوصل إسلام بالأطفال الأيتام لو انتقلنا بعد ذلك إلى حقوق الطفل في المواصيق الدولية عندي إعلان جنيف عام 1924 في هذا الإعلان وضع مجموعة من المبادئ ما هي مبادئ إعلان جنيف عام 1924 أول مبدأ الاهتمام بدموع الطفل من ناحية المادية والروحية أيضا توفير الرعاية والطعام والعلاج والتهجيع والإيواء للطفل وتعديل سلوكه تقديم العون والمساعدة للطفل حماية الطفل من الاستغلال تربية الطفل على الإحساس بالمسؤولية نحو إخواته كل هذه المبادئ تم الإعلان عنها في جنيف عام 1924 الحال الثاني إعلان حقوق الطفل عام 1959 في هذا الإعلان وضع مجموعة أو عدد من المبادئ بلغ عدد عشر مبادئ من أهم هذه المبادئ الحق الطفل في التعليم المجاني والإلزاني طيب أيضاً تقديراً للطفل ومساواته الحقوق بالبلغين تم تأسيس اليوم العالمي للطفل في عام 1954 ويحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين طبعاً أروفات الأطفال هذا بالنسبة لليوم العالمي للطفل بعد كده ننتقل إلى الجزء الأخير من درسنا اليوم وهو جهود دولة قطر لتعزيز حقوق الطفل تتمثل هذه الجهود من خلال أن الدستور القطري أكد على حقوق المرأة والطفل وعرصت دولة قطر على إنشاء العديد من المؤسسات التي تعني بالمرأة والطفل فما هي هذه المؤسسات؟ مركز أمان هو مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي وأستس هذا المركز عام 2013 ويعني بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري يبقى مركز الحماية والتأمين والتأهيل الاجتماعي أمان تأسس عام 2013 بهدف حماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال أيضا من ضمن المراكز والمؤسسات التي تعتني بالطفل والأمومة المركز وفاق أو مركز الاستشارات العائلية وهذا المركز تأسس عام 2002 ويقدم خدمات المجانية المتعددة للأسر والأفراد في المجتمع القطر وبهذا العرض يكون انتهينا من شرحنا لدرسنا الثاني من دروس الموطنة وهو حقوق المرأة والطفل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته